اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بما حققته رياضة الجوجيتسو البحرينية من نجاحات عززت من التواجد البحريني في هذه الرياضة العالمية جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر الوادي أفراد المنتخب الوطني للجوجيتسو والذي نجح بتحقيق إنجاز جديد بإحرازه ثماني ميداليات ملونة منها سبع ميداليات ذهبية وميدالية برونزية خلال المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو وبطولة أبوظاب العالمية للأساتذة وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس وأعضاء اتحاد الجوجيتسو وأفراد المنتخب بهذا الإنجاز المشرف والذي عكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو البحرينية وثم الناس مشيخ خالد بن حمد الخليفة الجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني للجوجيتسو في تهيئة الأجواء المثالية للفرق والمنتخبات الوطنية لخوض مختلف المشاركات على الشكل الذي يسهم في ظهورها بالصورة المشرفة وتحقيقها للنتائج المتميزة مشيدا سموه بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب في هذه المشاركات والذي يؤكد على ما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية نجحوا من خلالها في كتابة اسم البحرين في سجل الأبطال ورفع عالمها عاليا في هذه المحافل الدولية من جهته قدم رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو سعادة سيد رضا إبراهيم منفردي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على رعاية ودعم سموه لجميع الرياضات لسيم الألعاب القتالية حيث ساهم ذلك في تبوئها لمكانة متقدمة وتحقيقها للعديد من الإنجازات المشرفة اشتركوا في القناة